بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة قصيدة مهلا على رسلك حادل أي نقي ولا تكلفها بما لم تطقي هذا مطلع قصيدة طويلة ليست مشهورة كثيرا ولكنها معروفة بين المتأدبين وطلبة العلم وأصحاب اللغة فمن صاحب هذه القصيدة الطويلة وما حكايتها وما أهميتها هذه القصيدة معروفة في تاريخنا الأدبي بالقصيدة الشمقمقية وصاحبها اسمه أبو العباس محمد بن الونان التواتي الحميري الفاسي حميري لأنه ينتسب إلى حمير وهم وهم قحطان اليمن استوطن بعض منهم منطقة توات في جنوب غرب الجزائر حيث ولاية أدرار اليوم تقريبا وفاسي لأنه ولد في فاس وعاش فيها كان فقيها أديبا شاعرا وأبوه كان نديما للسلطان في ذلك الوقت في القرن الثامن عشر بدايات القرن الثامن عشر الميلادي طبعا كان نديما للسلطان وكان معجبا به فقد كان أبوه أديبا وشاعرا وصاحب طرفة فشبهه السلطان بالشاعر العباسي أبو الشمقمق وأهل الأدب يعرفون هذا الشاعر العباسي أبو الشمقمق كان شاعرا هجاء بذاء صاحب طرفة ودعابة ونكتة وكان معروفا عند الخلفاء بشعره ومترجم له في الكتب لمن أراد أن يطلع عليه وعلى شعره فشبهه السلطان بأب الشمقمق ويبدو أن صاحبنا الشاعر ابن الونان هذا نشأ في فاس على قدر من العلم والمعرفة والشعر والأدب والفقه ولكن لما مات أبوه لم تعد له الحظوى في قصر السلطان ولم يستطع الاتصال بالسلطان ليستفيد منه ويتقرب منه ويأخذ منه على عادة الشعراء والناس في ذلك الوقت وحيل بينه وبين ذلك بسبب حساده الذين خافوا أن تكون له منزلة وحظوة لدى السلطان فحيل بينه وبين ذلك وبقي يترقب الفرصة لكي يتصل بالسلطان ويعرض عليه حاجته فلم يستطع وسمع مرة أن السلطان قد خرج من فاس في شأن له في موكبه الكبير فتحين طريقه وصعد على أعلى تلة حيث يمر السلطان فلما كان السلطان مارا سرخ هو بأعلى صوته ونادى في الموكب يا سيدي سبط النبي أبو الشمق مقي أبي فسمع السلطان هذا الصوت فسأل عنه فقيل له إنه فلان ابن فلان فطلبه ودعاه إلى قصره فوقف بين يديه وأنشده هذه القصيدة التي سميت بالشمق مقية نسبة إلى الاسم الذي ذكرناه قبل قليل وللأسف فابن الونان هذا لا يعرف عنه كثير خبر فكل الذين ترجموا له وتحدثوا عنه لم يعرفوا إلا هذه الحادثة لا يعرفون عنها عنه شيئا قبلها وبعدها أيضا لا يعرف عنه شيئا سوى أنه توفي سنة 1187 الهجرة وبقي أمره وخبره مجهولا إلى اليوم ولكن يبدو أنه عرف بقصيدته أكثر مما عرفت به فصارت هذه القصيدة متداولة معروفة يحفظها الناس في المحاضر وفي مجامع العلم واشتهرت في المشرق وفي المغرب وصارت عليها شروح وهي قصيدة طويلة بلغت 275 بيتا حشاها ابن الونان بثقافته التراثية العربية ففيها الأمثال والحكم والأخبار والروايات والأحداث التي وقعت في الجاهلية وفي صدر الإسلام وفي ما بعد كل هذا يشير إليه ابن الونان ويذكر أعلاما ويشير إلى أحداث وإلى أمثال والحق أن من لا يكون مطلعا على التراث العربي بقسط وافر فإنه لا يستطيع أن يفهم كثيرا من أبيات القصيدة بسبب هذه الأحداث التي يلمح إليها ويشير إليها في كثير من الأحيان هذا بالإضافة إلى لغتها الصعبة كثير من ألفاظها أنت في حاجة إلى الرجوع إلى المعجم لكي تعرف معانيها وقد قيّض الله لهذه القصيدة من شرحها أشهرهم عبد الله كنون الحسني وهو معاصر مغربي فقيه أديب شاعر إعلامي صحفي وكاتب باحث ومؤرخ ويعتبر أحد رواد النهضة المعاصرة نهضة الأدبية والفكرية والثقافية في بلاد المغرب وطبعا شرحها غيره منهم من الجزائر مثلا الشيخ العربي بن عبد القادر سماها فتح المنان في شرح قصيدة ابن الونان وشرحها الجريري كما شرحها الناصري في زهرة الأفنان في حديقة بن الونان واعتنى بها كثيرون إشرحونها لأن فيها مادة لغوية ضخمة وفيها معلومات قيمة وكثيرة وتحيل إلى أحداث وتحيل إلى شخصيات وتحيل إلى أمثال وإلى حكم فهي قصيدة أقرب إلى الموسوعة وهناك من يحفظها واعتنى بها الكثيرون في الزوايا وفي محاضر العلم يحفظونها ويدرسونها للطلبة وللباحثين من يريدون التعرف عليها هذه القصيدة مطلعها شهير الذي ذكرته في بداية الحديث مهلا على رسلك حادل أينقي ولا تكلفها بما لم تطقي فطالما كلفتها وسختها سوقفة من حالها لم يشفقي ولم تزل ترمي بها يد النوى بكل فج وفالات سملقي إلى آخر القصيدة التي تنتهي بالقاف وهي أرجوزة خفيفة الوزن سهلة الحفظ لمن يريد أن يحفظها أو يحفظ بعضا منها وقسمها ابن الونان إلى مجموعة من الأبواب بدأها بالنسيب والغزل ثم الحماس والفخر يتكلم عن نفسه ويفخر بعلمه وأدبه ثم يخاطب فيها الحسود الذي يحسده وينفس عليه ويورد فيها أيضا الحكم والأمثال الكثير كما ذكرنا آنفا وفيها وصايا فيها نصح ووصايا ووعظ وفيها مدح للشعر وهذا شيء جميل يمدح الشعر ويبين فضله ومكانته ومنزلته ثم يخلص فيها إلى مدح السلطان طبعا وهذا أمر طبيعي لأن القصيدة أنشئت في حضرة السلطان وقدمت بين يديه فينبغي أن يمدح فيها وأخيرا مدح الأرجوز نفسها داخل الأرجوز مدح الأرجوز نفسها وفخر بها وأثنى عليها الشمقمقية قصيدة ضريفة طريفة جميلة لغتها قوية وألفاظها وكثير من ألفاظها صعب يحتاج إلى المعجم وإلى البحث ولكنها ممتعة ومفيدة ننصح طلبتنا أهل اللغة وأهل الأدب أن يطلعوا عليها ويقرؤها ويقرؤوا شروحها فهي مفيدة ماتعة ممتعة وإلى لقاء آخر بحول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر